ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم ولئن سألت هؤلاء الذين خرجوا معك يا محمد في غزوة تبوك غزوة العسرة غزوة كانت شديدة جدا جدا وخرج هذا الصحب المبارك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانوا في طريقهم والشمس شديدة الحرارة والأجواء في شدة الصعوبة أخذ بعض الصحابة يتكلم بعضهم مع بعض فمنهم من قال ما أجبن هؤلاء القراء شأنهم عجيب جدا عند الأكل هم أشجعنا بطونا وعند اللقاء هم أجبننا لقاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا الله يسمعك الله مطلع على قولك وفعلك بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في سياق قطير جدا 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 وربنا جل وعلا يصف المشهد فيقول ولئن سألت هؤلاء الذين كانوا يسخرون من القراء الذين يسخرون من الدين ومن أهل الدين وابن العربي المالكي يقول هذا من الإجرام هذا من الإجرام سخريتك من أخيك المؤمن من الإجرام سخريتك بدين الله جل وعلا ببعض آيات الله جل وعلا ببعض ما أنزل الله جل وعلا هذا من الإجرام هذا من الإجرام أن تصف واحدا من خلق الله جل وعلا بما يعبه أو يشينه لأن الآية قالت في آخرها بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب إحنا ما كانش أصدنا كانش أصدنا أن إحنا نعبهم كانش أصدنا أن إحنا نقول عليهم حاجة تزعلهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ابن العرب بيقول ويستوي في ذلك العبد إذا كان جدا أو مازحا كنت بتقولها على سبيل إنها نكتة واحد ما عد عليك في الشارع بدأني فأنت أعتدت التاريق أنا كنت بتاريق على دأنه والله العظيم أنا كنت بهزر والله ما كان أصدي إن أنا بتاريق على النقاب بتاعها والله ما كان أصدي إن أنا بتاريق عليهم ما بيصلوا لا 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 إحنا إحنا ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم ابن السعد في التفسير بيقول وهذا سبب كفرهم أنهم سخروا من دين الله جل وعلا لما سخروا من بعض القراء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا لكفرهم ولكنه ينبه فيقول والتوبة من الكفر مقبولة ولكن تب إلى الله جل وعلا وإياك أن تقع في هذا الفعل المشين فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله لا يتبين بها يهوي بها في النار سبعين سنة قال العز ابن عبد السلام يقول الكلمة من سخط الله لا يتبين بها عرف سلطان العلماء بقول إيه لا يتبين بها يعني لا يعرف هل هي من جنس الحلال أم من جنس الحرام فيهوي بها في النار سبعين سنة أخوي حبيبي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك خليك في نفسك وبكي على خطيئتك يعني أنا وإنت مذنبين تشغل بذنبك لا تنشغل بغيرك هيك أن يسوقك لسانك إلى النار فإنها بئس القرار نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة مع الأبرار هذا وصلى الله وسلم على سيد الأبرار وكريم الأخيار النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا